السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية ذكر مصدر مطلع ان المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنراء عبد الفتح الورق باشر تغييرات في عدد من القواعد العسكرية منها قواعد جوية معروفة كالقاعدة الجوية الاولى بسلة التي عين بها كولونيل ماجور قائدا جديدا خلفا للجنرال دوبريغاد الذي احيل سابقا للتقاعد وحضر التعيين الجديد الجنرال دوبريغاد عبد بحمد العلوي مفتش القوات الجوية الملكية وحسب المصدر نفسه فان تغييرات شملت مؤسسات عسكرية مهمة من بينها التعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة شكرا على المتابعة